حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن أبن عمر قال وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر تعني النبي صلى الله عليه وسلم وينادي المنادي بالصلاة قال أيوب أراه قال خفيفتين حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن أبن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال أني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج حثنا سريج وعفان ويونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن أبن عمر أنه رأى أبن صائد في سكة من سكك المدينة فسبه ابن عمر ووقع فيه فانتفخ حتى سد الطريقة فضربه ابن عمر بعصا كانت معه حتى كسرها عليه فقالت له حفصة ما شأنك وشأنه ما يولعك به أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها قال عفان عند غضبة يغضبها وقال يونس في حديثه ما توالعك به حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبن عوين عن نافع عن أبن عمر قال لقيت ابن صائد مرتين فأما مرة فلقيته ومعه بعض أصحابه فقلت لبعضهم نشدتكم بالله إن سألتكم عن شيء لتصدقني قالوا نعم قال قلت أتحدثوني أنه هو قالوا لا قلت كذبتم والله لقد حدثني بعضكم وهو يومئذ أقلكم مالا وولدا أنه لا يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا وهو اليوم كذلك قال فحدثنا ثم فارقته ثم لقيته مرة أخرى وقد تغيرت عينه فقلت ما تفعلت عينك ما أرى قال لا أدري قلت ما تدري وهي في رأسك فقال ما تريد مني يا أبن عمر إن شاء الله تعالى تعالى أن يخلقه من عصاك هذه خلقه وأن خرك أشد نخير حمار سمعته قط فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت فدخل على أخته حفصة فأخبرها فقالت ما تريد منه أما علمت أنه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم إن أول خروجه على الناس من غضبة يغضبها حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن أبن عوين عن نافع عن أبن عمر قال لقيت ابن صائد مرتين فذكر الحديث إلا أنه قال فدخلت على حفصة أم المؤمنين فأخبرتها قالت ما أردت إليه أما علمت أنه قال إن أول خروجه على الناس غضبة يغضبها حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن أبن عوين عن نافع عن أبن عمر قال لقيت ابن صائد مرتين فأما مرة فلقيته ومعه أصحابه فذكر الحديث قال وانخرك أشد نخير حمار سمعته قال فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى أن كثرت وأما أنا فلم أشعر بذلك فدخلت على أخت حفصة أم المؤمنين فأخبرتها بذلك فقالت وما أردت إليه أما علمت أنه قال إن أول خروجه على الناس لغضبة يغضبها قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بالصبح وبادى الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطبي في سنة ثماء ومئتين قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الكريم يعني الجزري عن نافع عن أبن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن صلى ركعتين وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن أبن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا بدأ الفجر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن أبن عمر عن حفصة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لاك لم تحل من عمرتك قال إذا إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحره حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيدي بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن أبن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين حثنا هشام بن سعيد يعني الطلقاني حدثنا معاوية بن سلامين قال سمعت يحيى يعني ابن أبي كثير حدثنا نافعا أن أبن عمر أخبره أن حفصة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح حثنا كثير بن هشامين قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان حدثنا نافعا عن أبن عمر أن حفصة أخبرته قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحل في حجته التي حج وقال كثير بن مرة أن أبن عمر أخبره حثنا أبو اليمان حدثنا شعيب يعني ابن أبي حمزة قال قال نافعا كان عبد الله بن عمر يقول أخبرتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلل نعام حجة الوداع فقالت له فلانة فما يمنعك أن تحل فقال أني لبت رأسي وقلت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي حثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني نافعا عن عبد الله بن عمر عن حفصة ابنت عمر قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللنا بعمرة قلنا فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا قال إني قد أهديت ولبت فلا أحل حتى أنحر هدي وقال يعقوب في كتاب الحج أنحر هديتي حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني عن الرقعتين بعد الفجر قبل الصبح نافعا عن أبن عمر عن حفصة ابنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل لركعتين الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا قال نافعا وكان عبد الله يخففهما كذلك حثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زيد يعني ابن جبير قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب فقال حدثتني أحدى النسوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل الحدي والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب حثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيانة عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية قالت فقلت أليس الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واريدها قال فسامعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا حان عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته جالسا قط حتى كان قبل موته بعمين أو بعمين فكان يصلي في صبحته جالسا ويقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري وعبد الرزاق أخبران معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته جالسا قط حتى كان قبل موته بعمين فكان يصلي جالسا فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني ابن جريج قال قال ابن شيهاب وأخبرني عطاء بن يزيد أن المطلب بن أبي وداعة أخبره أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا حتى كان قبل وفاته بعمين أو عامين حدثنا سفيان بن عوينة عن أميتا بن صفوان يعني ابن عبد الله بن صفوان عن جده عن حفصة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لي أم أن هذا البيت جيش يخزونه حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بأوسطهم فينادي أولهم وآخرهم فلا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقال رجل كذا والله ما كذبت على حفصة ولكذبت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن منصور عن أبي أضحى عن شتير بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينال من وجه بعض نسائه وهو صائم حثنا عفان قال حدثنا أبو عوينة قال حدثنا منصور عن مسلمين عن شتير بن شكل عن حفصة ابنة عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن مسلمين عن شتير بن شكل عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي أضحى عن شتير بن شكل عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدري عن أبي بكري بن سليمان عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة يقال لها شفاء ترقي من النملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة حثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا سفيان عن محمد بن المنكدري عن أبي بكري بن سليمان بن أبي حثمة عن حفصة أن امرأة من قريش يقال لها الشفاء كانت ترقي من النملة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا نافع بن عمر وهو الجمحي عن أبن أبي مليكة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلمها إلا حفصة سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تطيقونها قالت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تعني الترتيل حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة ابنة عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو بالله ورسوله أن تحدى على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حسن إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة ابنة عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحدى على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا قاق رأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أو حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدى على ميت فوق ثلاث إلا على زوج حنى يونس بن محمد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن نافع أن سفية ابنة أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحدى على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها حثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع أن سفية ابنة أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عائشة أو عنهما كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوجها حثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن شيهاب عن سالمين عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له حثن إسحاق بن إبراهيم الرازي وهو خثن سلمة الأبرش قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن موسى عن عبد الله بن صفوانة عن حفصة ابنة عمر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي جيش من قبل المشرق يريدون رجلا من أهل مكة حتى إذا كانوا بالبيداء خسفة بهم فرجع من كان أمامهم لينظر ما فعل القوم فيصيبهم مثل ما أصابهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان منهم مستكرها قال يصيبهم كلهم ذلك ثم يبعث الله كل إمرء علنيته حثن هاشم بن القاسم حدثنا أبو إسحاق الأشجعي الكوفي قال حدثنا عمر بن قيس الملائي عن الحر بن الصياحي عن هنيدة ابن خالد الخزاعي عن حفصة قالت أربعون لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عشراء والعشر وثلاثة أيامين من كل شهر والرجعتين قبل الغدات حثن أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيامين من كل شهر يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الاثنين من الجمعة الأخرى حثن حسين بن علي عن زائدة عن عاصمين عن المسيب عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مطجعه وضع يده لمن تحت خده الأيمن وكانت يمينه لطعمه وطهوره وصلاته وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك وكان يصوم لاثنين والخميسة حفنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجودي عن سواء الخزاعي عن حفصة ابنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده لمن تحت خده وقال ربقني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا حدنا روح حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيامين من كل شهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعات الأخرى حنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه الطجع على يده اليمنى ثم قال ربقني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار وكان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه ويجعل شماله لما سوى ذلك وكان يصوم ثلاثة أيامين من كل شهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى حثنا عبد الصمد حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار قال حدثنا عاصم عن معبدي بن خالد عن سواء الخزاعي عن حفصة ابنة عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمنى ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار وكانت يده اليمنى لطعمه وشرابه وكانت يده اليسرى لسائر حاجته حثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبراني أبو خالد عن عبد الله بن أبي سعيد المزني قال حدثتني حفصة ابنة عمر بن الخطاب قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين قد وضع ثوبه بين فخذيه فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو على هيئته ثم عمر بمثل هذه القصة ثم علي ثم نس من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عثمان فاستأذن فأذن له فأخذ ثوبه فتاجلاله فتحدثوا ثم خرجوا قلت يا رسول الله جاء أبو بكر وعمر وعلي وصائر أصحابك وأنت على هيئتك فلما جاء عثمان تاجلالت بثوبك فقال ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن أبي اليعفور عن عبد الله بن أبي سعيد المزني عن حفصة بنت عمر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فوضع ثوبه بين فخذيه فجاء أبو بكر يستأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عمر يستأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته وجاء ناس من أصحابه فأذن لهم وجاء علي يستأذن فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته ثم جاء عثمان فاستأذن فتاجلال ثوبه ثم أذن له فتحدثوا ساعة ثم خرجوا فقلت يا رسول الله دخل عليك أبو بكر وعمر وعلي وناس من أصحابك وأنت على هيئتك هيئتك لم تتحرك فلما دخل عثمان تاجلال تثوبك فقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا الحر بن الصياحي عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعذ الحجة ويوم عشراء وثلاثة أيامين من كل شهر أولى اثنين من الشهر وخميسين حثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو كامل وعفان قالوا حدثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه قال أخبران أنس بن سيرين عن أبي مجلز عن حفصة أن عطارد بن حاجب قدم معه ثوب دباج كساه إياه كسر فقال عمرو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال إنما يلبسه من لا خلاق له حسنا وكيع عن نفع ابن عمر وأبو عامر حدثان نافع عن أبن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عامر قال نافع أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تستطيعونها قال فقيلة لها أخبرين بها قال فقرأت قراءة ترسلت فيها قال أبو عامر قال نافع فحك لنا أبن أبي مليكة الحمد لله رب العالمين ثم قطع الرحمن الرحيم ثم قطع مالك يوم الدين